في برنامج يوم سعيد العميد شكري جبري الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة الصباح الخير سي شكري ويومك سعيد صباح النور صباح الخير يومك سعيد أنت وكيفت الفريق العامل معك وتحية الكيفت مستمعي لذاع الوطني أهلا وسهلا الديوانة التونسية بطبيعة على تم الاستعداد خاصة في برنامج عودة التوانسة المقيمين بالخارج صحيح؟ على تم الاستعداد بقدرة الله ديما مستعدين وديما نحاولوا باش نكونوا مستعدين على نحو الأمثل نعرفوا خياننا معناها المواطنين بالخارج اللي هما كل سنة يبدوا يستناهوا في الفترة هذه باش يروحوا لبلادهم باش يزوروا عائلاتهم باش يحوصوا يشوفوا بلادهم متوحشين بلادهم متوحشين عائلاتهم متوحشين أصدقائهم احنا يزبنا نكونوا مستعدين للعودة هذه خطر كما تعرف العدد متاعهم يكون كبير ومرتفع خلال العودة هما معناها على امتداد العام كامل يجيوا بحذانا ومرحبا بهم ولكن في الصيف نستعدوا أكثر في الصيف خطر العدد يكون كبير وخطر نسق بتاع الرحلات يكون مرتفع جدا خاصة معناها في المطارات وفي المعابر البرية البواخر حتى في المعابر الحدودية البرية كيف كيف معناها نستناه كيف كيف مكتعرف حتى وخيانا الأشقاء من القطر الجزائري ومن القطر اللي بيجيوا يعديوا بحذانا معناها العطلة الصيفية دونك على جميع المعابر نبدأوا مستعدين ونستنىوا فاهم مستعدين على نحو الأمثل كما تعرف معناها السيد رئيس الحكومة أشرف خلال الشهر أفريل على جلسة عمل ويزارية تضم كل الوزراء المتدخلين في العودة والمديري العامين المعنيين بهذا الموضوع وأعطى توصياته بحسن الاستعداد ويتوفير جميع سبل الراحة وتبسيط الإجراءات والتسهيل الإجراءات والتسريع في الإجراءات لكل مواطنين بالخارج وكيف كيف البارح كيف كيف صارت مجلس ويزاري كيف كيف تحت رئيسة السيد رئيس الحكومة لمتابعة التوصيات اللي اعطاها في الجلسة هذه بتاع أفريل 2024 باش يتبع آخر الاستعدادات ومدات تنفيذ التوصيات اللي أوصبها عنا زادة السيدة وزيرة المالية اجتمعت في عديد المناسبات بالسادة كوادر الديوانة للتأكيد على حسن الاستعداد للعودة هذه السيدة المودي العام للديوانة متاعنا قام بعديد الزيارات للمعابر الحدودية بمختلفة مصالحها وهيكلها للتأكيد على حسن الاستعداد والتوفير ظروف الراحة للعودة احنا مستعدين وفرنا العنصر البشري اللازم في الموانئ وفي المطارات التعزيز بالعنصر البشري وفرنا المعدات والتجهيزات الضرورية لحسن استقبال موطينة بالخارج معناها أجهزة السكانير وإلا الفرق بتاع التفتيش وإلا قاعدين نكونوا في الأعوان بتاعنا كيف كيف اللي باش يلتحقوا بالمراكز هذه خلال العطلة الصيفية قاعدين معناها يخضعوا الدورات التكوينية باش يكونوا على أتم الاستعداد من الناحية التشريعية من الناحية العملية من الناحية وحمد لله احنا مستعدين وبقدرة الله يتعدى موسم سيفي ممتاز وديما يتحقوا بكم من الجيل الجديد من الشباب في العمل المتاعكم باعتبار أن المسئولية فقيلة بيتم معنا الكلمة بطبيعة بطبيعة احنا كما تعرف عنا دورة خلال سنة 2024 عنا دورة بتاع انتدابة بتاع عورة فاق معنا بقدرة الله ديما نحاولوا بشكون عنا دورات جديدة استجابت لنا معناها السلطة مشكورين أنه عملنا خطر من عام 2013 ما عملناش دورة بتاع انتدابة للأعوان هذه أول دورة عملناها منذ سنة 2013 وإن شاء الله بقدرة الله عنا وعود بشكون عنا دورات متتالية باش معناها لنزيد ونعزو الرصيد البشري بتاع الإدارة العامل الديوانة نعم سي شوكري شنية أكبر المشاكل اللي يتواجهكم في الديوانة بوه هو لون كومبرومان انت تحكي على العودة بتاع التونسين بالخارج اي 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 بوه هو كما تعرف لون كومبرومان معناها العدد يكون مرتفع في وقت وجيز في وقت وجيز تو تعرف معناها في الميناء في الميناء كما تعرف معناها روز ساعات نستقبلوا أربعة بواخر في نفس التوقيت معناها أربعة بواخر أقل باخرة تجيب لك سبعمائة ثمانمائة سيارة وتجيب لك ما بين ألف ألف وخمسمائة مسافر معناها تصور هذو ما تقبلهم ثلاثة وأربعة بواخر في نفس التوقيت بش يكون كبير برشة في الميناء وبش تكون معناها حركية كثيفة جدا والناس كل تبدع لعصابها وأكيد فما بعض الناس اللي عندهم فكرة التهريب يستغلوا الحكاية هذه هم يستغلوا الفترة السيفية يقول لك تاو برشة أون كومبرومان وبرشة كراها بالنجم تاو تاو في ساعة هذا ما ينطليش على عواد ديوانة خطر احنا بتعاودين بالحاجات بتجربة أو بالخبرة عاودين بالحاجات هذه وما معناش حتى مشكل معناها لا لا ولكن ساعات نتفرج ونشوفوا تحيل كبير ساعات يلقاوا يبتكروا بطبيعة هو آخر عملية معناها أنكملك على الكثافة معناها بتاع العودة هذاك عليش نقوله للسادة مواطنين بالخارج معناها يوسعوا بالهم يتحلوا بالصبر ويتحاونوا معاكم صحيت شوف هو من الجهتين عاون الديوانة يزبكون معناها متمرس ويكون معناها يتسم بالصبر وبيوسع البال وبرحابة الصدر وبالابتسامة بالضبط والابتسامة وحسن الاستقبال وهذا القاعدين نوصيه فيه في أعوانه في الدورات التكوينية وهذا القاعدين نقطرو في أعوانه من ترفروا أسائهم المباشرين قاعدين نقطرو فيه في هذا الاتجاه من ناحية أخرى زادة المواطن يوسع باله ويصبر شوية أروا مش كل واحد يهبت يحب هو فيه ساعة يخرج فيه ساعة يخرج لا أروا فلا عقل معناها عنا إجراءات يزبنا نقوموا باها عنا عبادة تكون محملة برشا بالبضاعة يلزم يخطعوا للتفتيش ويزم يخطعوا للإجراءات ما تنجمش تخرج شاحنة معناها محملة بالبضاعة بدون تفتيش خاطر عاون الديوانة بيديو يولي محل مسائلة إذا كان يسايب وسيلة نقل معبية بالبضاعة ما يفتشهش بالإجداء وإذا كان يتضح بعد الوسيلة النقل ذي كفاها بضاعة ممنوعة وإلا فاها مخدرات وإلا فاها حاجة ممنوعة هو بيدو عاون الديوانة بشي يكون محل مسائلة بش ما يتهمش بالتواطع صحيح علش ما خدمتش خدمتك دونك راو حتى عاون الديوانة مسكين راو معناها يكون ما بين نارين يولو يلزم يزرب ويلزم يثبت مليح ويرد باله معناها من محتوى هلالبضاعة دونك هذا هو دونك معناه بقدرة الله تتعدى عوضة صيفية طيبة الناس كل توسع بالها نحترموا الإجراءات والتلتيب القاعدين النص وعليهم خاصة أكدوا على مواطنين بالخارج باش ياخذوا المعلومة من المصدر ثم رؤساء موجودين على عين المكان في جميع المعابر ما يلزموا مش يترددوا حتى لحظة أنهم يتصلوا بالرؤساء الموجودين على عين المكان إذا كان ثم تعطيل إذا كان ثم إشكال إذا كان ثم حاجة ما يفهموهاش إذا كانوا تعرضوا إلى نوع معناها من الضغط نوع من الهرسلة نوع من أي حاجة معناها شافوها غير عادية رأوا ثم رؤساء مباشرين على عين المكان ينجموا يتصلوا بهم ويطلبوا تفسيرات وإلا يطلبوا معناها حل المشاكل المتاحهم وبقدرة الله المشاكل الكل تتحلمها حتى مشكلة سيشوك لي إمكانياتكم متوفرة بالقدر الكافي حتى يقع التصدي لأي تهريب مهما كان نوعه شوف أحنا ديما نطمح المخير هو أي جهاز بتاع رقابة ديما يطمح المخير خطر على قدم الطور في الإمكانيات بتاعك خاصة أجهزة الرقابة على قدم الطور في الإمكانيات بتاعك على قدم العمل بتاعك يكون متقن ويكون إفكاس أكثر أحنا بطبيعة ديما نطمح المخير لكن الحمد لله معناها أحنا زادنا نمشي وحسب الإمكانيات بتاع الإدارة بتاعنا وحسب الإمكانيات بتاع الدولة بتاعنا قاعدين عاملين مجهود كبير برشا الصلط والإدارة العامة للديوانة عاملين مجهود كبير برشا بيش يوفرون الإمكانيات قاعدين يوفرون في بعض الإمكانيات خذينا عملنا اقتناءات بتاع سيارات ميدانية معناها للعمل الميداني اللي خاصة بوحدات الحرس الديواني عملنا اقتناءات بتاع اجهزة سكانير عملنا اقتناءات بتاع الانياب عملنا اقتناءات بتاع فرقة الدراجين معناها بتاع الدراجات النارية باش نخدموا بها في المراقبة المرورية عملنا كيف كيف هالدورات بتاع الانتداب بتاع الاعوان وتاع الضباط عملنا دورة جديدة بتاع انتداب اعوان والضباط لتعزيز العنصر البشري ثم بعض التجهيزات الخصوصية متع الاتصالات اللاسلكية كيف كيف دخلت حيث الاستغلال وإثراء قاعات العمليات لدى وحدات الحرص الديواني معناه الحمد لله قاعدين نتحسنه وبقدرة الله معناه ثم كان الخير فالديوانة ضروري أنه واحد بشي تتعدى في الديوانة ينحي صباته شو معنى هذا ضروري شوف هذه هذه حاجة من حاجات التفتيش وراي موجودة في العالم مجمع رو تو تتعدى في مطارات في مطارات العالم يعني نحي لكل شيء كل ما هو ميتال حتى السبتة السبتة كل ما هو ميتال نحي لبلوزات نتفرغ السكادو بتاعك نتخرج تجهيزات الإلكترونية كيف كيف لا كيف كيف وقت لازمش نحي الحذاء نحي الحذاء خطر الساعة شوف خطر ساعات الأحذية تبدأ تحت ويروا على مخابق مهيئة لإخفاءها بطبيعة ما لحنا علاش نحي الحذاء خطر في وسط الحذاء الداخل وإلا في وسط الساق تبدأ ثم معناها بضاءة ما هو يبدأ لابسه ما نجمش يتعدى في الديوانة ويقع الكشف عليه وهو لابسه لا لا هو ديما اللوجه ديما اللوجه على السليب للتفتيش تكون أكثر إيفيكاسيتي وأكثر دونكسة أي بالضبط وهذا كيف ما قاعد تشوفيه معناها في المطارات الكل أما لكن مش ديما هذا يرى وخاصة أنك تبدأ ثم شكو الحقيقة العملية هذه أرها أنا ما نجمش نقبلها ولكن بطبيعة الحال أمتفل قانون قانون شوف أراوكي تشوف أساليب التهريب ما عاش تستغرب من حتى شيء ما عاش تستغرب من حتى شيء معناها هما يهربوا معناها الإبتكار بتعامل معناها ديكابسول وعنده برنامج فيه بيت الراحة يتصالح معناها شوف قداش وصلت أساليب التهريب معناها فما بالك معناها في حذاء ولا فيه كل حاجات تعودنا شنية سي شكري أكثر الأشياء اللي تتهرب المخدرات المجوهرات والله موجود كل شيء تواخيرا العملية انتع سوسة هذيك فيها برشا مخدرات أنا هي منها من عملية بتاع سوسة أنا هي منها بتمعنا عملية بتاع مستير زوز كيلوغرام فاصل ثنين كيلوغرام كوكاين وعنه مخدر لا هذهك مصالح الأمنية هذهك مصالح الأمنية مش مش مصالح الدوانية احنا عنا مؤخرا العملية عمليات حلق الواضع بمكسبوع هذن هذيك المصالح الأمنية يعني تعدات على الدوانة هذيك لا ما نعرفوش المصدر بتاعها ما نعرفوش المصدر بتاعها كيفش ذاهكل لا تنجب وتكون على المسالك الصحراوية والمصالح مسالك الجبالية ف�ujemy ففاءتني تنجم وتكون على المسالك الأخرى مش معناها على المسالك القانونية معناها ما نعرفوش الحق هو الملف عند المصالح الأمنية وهما بطبيعة تحريات بتاعهم مش تثبت معناها الشبكة وكل شيء وكيفاش تعديه وكيفاش حبيت نقول لك البضاعة المهربة عندنا جميع أنواع البضاعة كل شيء معناها عندنا مواد استهلاكية عندنا الذهب عندنا العملة السجائر معسل بنزين لبس جاهزة الأحذية رياضية الموز مواد غذائية ألعاب نارية أحذية رياضية كل جميع أنواع البضاعة جميع أنواع البضاعة متواجدة وقاعدين نحيزوا فيها بكميات كبيرة برشا لكن الأهم من هذا الكل هو المخدرات كما تعرف معناها المخدرات اللي هي عندها تأثير كبير برشا على بلادنا وحمد لله وخاصة على الشباب وخاصة مصالح الديوانة قاعدة تتصدى معناها بحيرفية كبيرة للعمليات هذه خاصة كما تعرف المخدرات تدخل معناها بأسليب إخفاء متطورة جدا وفاها برشا حيال فاها برشا حيال كبيرة برشا لكن الحمد لله الحيرفية بتاع أعوانة والفطنة بتاع أعوانة قاعدين يكشف في كل هذه الطرق معناها كل طرق اللي اعتمدوها معناها كشفناها معناها معناها حتى العملية بتاع مطار تونس كارتاج في أحد المغازات مبتكرة جدا ولكن الحمد لله الفطنة بتاع أعوان في معناها مادة الكوكاين محطوطة في شهادة علمية في ورقة في ورقة في شهادة علمية ومغلفة شهادة علمية معناها كتشدها تقول ورقة بفاها تشفي من تالي بكلها مفروشة بمادة الكوكاين شوفها سيد هي عملية مبتكرة جدا يعني يعملوها في مخابر هي بالطبيعة معناها معناها أسليب قوية برشا توا في ميناء حلق الويد الأسبوع هذا الزوز عمليات عملية فيها 1.5 كيلوغرام من الزطلة معناها في علب الشاي وعلب الصابون وعملية أخرى 1.7 كيلوغرام من الزطلة وألف حبة مخدرة كيف كيف في علب القهوة في فرقة الحرس الديواني بيجابس معناها في مراقبة مرورية في أثناء تفتيش وسائل النقل تم كشف 10900 حبة مخدرة في مكيف هواء معناها في كليماتيزور معناها جميع الطرق وجميع الأساليب اعتمدوها واحنا جميع الطرق وجميع الأساليب اكتشفناه معناها شيء بهت شيء كبير شيء بهت بالحق يعني إفساد بأتم معنا الكلمة وإجرام في حق في حق البلاد هذا ما نجمع سميه كان جريمة هذه ما هيش عملية تهريب عادية سمى هذه تتصنف كان جريمة سيشكري الجبري أنها تقرر اسمي باسم الإدارة العملة الديوانة توهدوما ناسا يبتكروا وليجيوا من الخارج باش يدخلوا حاجة سواء كانتوسي أو أجنبي فما حتى جانب واخيرا قريت مرة فرنسوية ولا من عاش يعني حتى فما نساز يتحيلوا ربما بجمالها ولا ب بطبيعة هم يلوجوا جميع الأساليب متاع تضليل أعوان الديوانة يا أما استغلال النساء يا أما استغلال الأطفال يا أما استغلال كبار السن يا أما هذا الكل نعرفوها حب نفهم هما شي يفكروا ما يعرفوش اللي فما ديوانة وفما وسائل حديثة وفما دولة وقلب المرصد يعرفوا وقعدين يسمعوا بالأرقام وقعدين يسمعوا بالمحجزات وقعدين يجازفوا بطبيعة هذه خدمتهم هذه خدمتهم رأوا المهربين هذوم المحترفين شوف هو ثمه زوزة نواع ثم عباد اللي ينجم يجيب البضاع ويبدأ ما عنده حتى علم يبدأ عنده مغرر به مغرر به صحية مغرر به وهذاك علاش أحنا ديما ولكن هو يتحمل بطبيعة لا هو هو مالك هو ناقل البضاع هو يتحمل هلولاني هذك علاش أنا أكدت على ولدي وانصحت وقلت بابا كيف تركب تروح في الطيارة ما تخذش معناها بالضبط ما تفكر بش تعمل المزيع على واحد بيجي يقول لك وصل لي هالقفة ولا هالحقيبة ولا هالساك ولا هالقضية بالضبط وهذاك علاش ديما نبه عليهم أخواننا مواتين بالخارج يقولون لهم ما تحملوش بيضاعة ما تعرفوش محتوى وما تعرفوش صحبها ما تعرفوش صحبها خاصة تولي ترانسبورتور معناها الناقلين اللي هما يخدموا ما بين أوروبا وتونس اللي يجيبوا معناها ينقلوا معناها بأجر أغلبية معناها البيضاعة تتشد المخدرات تتشد ساعات تلقاها عند الناقلين الناقل بيدو ما في بلوش معناها مواتين بالخارج يبعث معها فرجيدير ولا يبعث معها تلفزة القريب ولا هنا في وسط الفرجيدير القول مخدرات هو بيدو كناقل يبدأ ما في بلوش ساعات يبدأ عن حسنينية لكن حسنينية ما تنفعوش في الحالة هذه ربما يقالوا تخفيف ربما بعت في البحث وفي كذاية يتم كشف صاحب البضاعة ويتم أمسي نورا وهو بشيق قد يمه هو المتحمل المسؤولية بطبيعة والبضاء عنده هو في وسط النقل هو المسؤول عليه هذه المحجوزات تمشي بطبيعة الحال بعد لدولة المحجوزات تحكي على المخدرات كل شوف الانواع الانواع بتاع المحجوزات تختلف ثم بعض المحجوزات تمشي يبيع في بطات عمومية إذا كان المحجوزات هذه تستجيب للشروط الفنية والصحية تنجب تتبيع في بطة عمومية وهكذا تساهم في إثراء خزينة الدولة بمدخيل إضافية ثم محجوزات تمشي إحالات المؤسسات العمومية وإلى مختلف المرافق العمومية ثم محجوزات تمشي إلى معناها مصالح الضمان الاجتماعي مصالح التضامن الاجتماعي لاستغلالها من طرف ذوي الإحتياجات الخصوصية أو من طرف معناها المراكز بتاع إيواء كبار السن ثم كيف كيف محجوزات تمشي للإتلاف إذا كان محجوزات معناها مثلا مواد غذائية انتهت صلوحية الاستهلاك وإلا المخدرات وإلا وإلا بضاءة معناها لتستجيب للشروط الفنية والصحية هذو ما يمشي وإتلاف بطبيعة بالتصيق مع النيابة العمومية دونك المحجوزات معناها عديد السبل للتصرف فيها بالأوجه القانونية المتاحة والمسموحة نعم سي شكري الجبري عودة لتونسيين بالخارج فما قانون باش يعني تسيغوه حول استيراد الكراهب لا مش قانون باش يسيغوه هذي تحكي عن لف سيار تدوزيه مفسيار بتاع كل عشرة سنوات كل عشرة سنوات كما تعرف في قانون المالية لسنة 2024 معناها مكنهم القانون أنهم لف سيار باش تولي كل عشرة سنوات معاش مرة واحدة مدى الحياة قبل كانت لف سيار كل مواطن بالخارج عنده الحق في اعفاء جزئي أو كلي لتوريد سيارة اللي هي لف سيار مرة مدى الحياة تتوى منذ قانون المالية سنة 2024 ولا كل مواطن مقيم في الخارج عنده الحق في سيارة كل عشرة سنوات قبل لما كانت مرة واحدة شوية هما شافوها ممناش هو لوخيان معناها النواب اللي تقدموا بالمقترح هذا قال لك معناها بعد عشرة سنوات الكره بتقدم وتكبر دونك علش لان عطيهم فرصة أنهم يجيبوا سيارة ثانية هذا يتوجه هالمشيوا فيه دونك كما قلنا دونك القانون هبط في قانون المالية ستة 2024 وطوى مؤخرا معناها قاعدوا يستناو في الأوامر الترتيبية اللي بش يضبط شروط وإجراءات تطبيق هذا القانون خاطر القانون ما نعرفوه شنو الشروط والإجراءات لتطبيقه مؤخرا السيد رئيس الحكومة أشرف على مجلس عمل وزاري للنظر في مشروع هذا الأمر وبقدرة الله معناها تم تدارس هذا المشروع وبقدرة الله معناها خلال بعض ربما بعض الأيام ربما دونك سيتم وإمضاء هذه الأوامر الترتيبية وبالتالي يتم تحديد شروط وتطبيق هذا القانون ويدخل حيزة تنفيذ نعم عندكمش فكرة عفوا نسي شكري الجبري على بعض الناس اللي يقوموا بعملية تهريب هل يعودوا إلى نفس الممارسة ولا فما اللي تربى بيتم معنى الكلمة لا نسبة كبيرة برشب كلهم يعودوا يعودوا خطر شوف خطر هذوم المهاربين رو هذيك المهنة بتاعهم معناها مش بصفة عرضية هم يهربوا لكن فما مهاربين عندهم أخدم أخرى هكيد هكيد عندهم أخدم أخرى حب يزيد يثرا هم المهاربين هني قلت لك المهاربين حب يعمل فيهم في غمرض يعملوا كل شي يعملوا كل شي ويبيذوا الأموال ويبيذوا الإمواع بتاعهم والحرام شوف هيا الفكرة شنوة أنه المهاربين نظلم هذيك المهنة بتاعهم ليش معناها مرة في العام يعمل هكى عملية تهريب كل يوم تبقى عنده يا أما محل يبيع في المواد المهربة يا أما هو مختص في التهريب ما بين بلد إلى بلد آخر ويأخذ الأجرم تاعه معناه فقط هو يقوم بعملية التهريب ويأخذ الأجرم تاعه يا أما يكون هو الصاحب البضعة كلهم يخدموا في الخدمات فهمني كيفش يوكل صغاره الحرام والله يشوف سؤالة ذاية تسألوا لهم هما معناه كل واقع شوف التهريب رو فيها عديد الأوجة وفيها عديد الأسباب معناه هو مشنوة ثم عندنا في بعض الجهات ثقافة التهريب هي عادية جدا في بعض الجهات في تونس ثقافة التهريب معناه يعتبر عمل عادي جدا عمل عادي جدا مشروع وقانوني وما فيه حتى مشكل ومعناه يتحدى يتحدى معناه هيكل الدولة وبالنسبة لهو هذاك حقه أنه يخدم في التهريب وما عنده حتى مشكل يقول لك يا أخويا هذيك يخدمتي وما عندي ما نخدم وما عندي ما نعمل كما الكناترية هي بالضبط هذك هو الكناترية هم المهربين هذكم هم هي هذكم نحكيه عن المهربين هم الكناترية بقى عنده كربة مذخمة ولبس شركة ذهب ثم تظهر عليها علامات الثراء ثم المتظهرش عليها علامات الثراء يعني يعرف كيفاش يتخفى كل واحد وكيفاش أسمع فما اللي يشلقوا على رواحهم خاصة أنت بخبرتك والعمل متاعك كيف تغزل وتعرفه يمكن أي يمكن يمكن صحيح حي حسبي ها يمكن صحيح حي طول يبدو دخلين في المطار والخارجين من سلوكه من نظرته من تقاسيم وجهه أي هذيك الخبرة بتاع العوين ربما يكون ممثل هو يعرف كيفاش يمثل لا بطبيعة احنا بالخبرة بتاع العوين وبالتكوين بتاع العوين وبيمر السنين معناها العوين معناها قداش من عام معناها يخدموا في المعابر ويخدموا في حتى في الطرقات عوين الحارس الديواني حتى في الطرقات معناها يعرفوا بالخبرة بتاعهم متمرسين عنا عناصر الاستهدافة بتاعنا خطر راح نتول مسافرين مش الناس كل في الميناء ولا في معبر بري ولا في مطار مش الناس كل مش تخضحها للتفتيش الدقيق عنا عناصر الاستهدافة ولا في الكياس وحدات الحارس الديواني مش الصيارات الكل بشي وقفوه وتخدموا أيضا بالاستعلامات بالطبيعة لأنه لما يكون أنا في الطريقة السيارة والسيارة الديوانة وقفين يعرفوا شكون يوقفوا بالطبيعة هذك على شخص لك عنا وسائل الاستهداف بتاعنا نعرفوا شكون نستهدفوا ونعرفوا شكون اللي فيه شبهة أكثر من غيره أنه يكون محمل بوضاعة مهربة وإلا أنه يكون محل شبهة وإلا أنه يكون وحمد لله الفطنة بتاع العواني هي القاعدة تتوصل فينا أنه نحزو هالكميات هذين بتاع المخدرات وبتاع البضاعة اللي كنت نحكي عليه إذن دوركم كبير برشا ومسؤولية كبيرة وطعرف دور الديوانة معناها جبائي واقتصادي وأمني وفما إثراء ومدخيل إثراء خزينة الدولة بالطبيعة بمدخيل معناها من الأداءات والمعاليم وإلا من البيوعات وإلا من لها الخطايا هذية بتاع المحاضر أنا هي أكثر البوابات اللي فيها تهريب معناها حلق الواد مطار قرطاج لا البوابات الرسمية بتاع المواني ولا المطارات الكميات مهيش كبيرة خطر ما نجيبش عدي كميات كبيرة على بوابات رسمية لكثارية عمليات التهريب بالكميات الكبيرة دي ما تكون عبر المعابر الغير رسمية اللي هي المسالك الصحراوية والمسالك الجبلية كي ما جيه تتبلغها صحي يتعانى الحدود الشمال الغربي حدود الوسط الغربي الجنوب الشرقي الجنوب الغربي ذو ما أكثارية المعابر الغير رسمية اللي يتعد عليهم الكمية الكبيرة بتاع البضاء على المهربة خاصة كي نحكيوه على المخدرات نحكيوه على السجائر ونحكيوه على البنزين ونحكيوه هذا من الكل معناه لكثري يتعدوا على المعابر غير رسمية سيشكري في هذا الباب تتعاملوا مع معناها ديوانات أخرى دول أخرى مجاورة بالطبيعة في إطار اتفاقيات معناها دولية ثنائية وإلا متعدة بالطبيعة عن الأسيستانس متويال معناها نتعاونه نتعاملوا معها جميع الهياكل الديوانية المثيلة في الدول الأخرى وعننا إدارة الأبحاث الديوانية وعننا مكتب التعاون الدولي وعننا معناها معلاقات مباشرة معها وخيينا في الأقطار الأخرى وفي الدول الأخرى كل ما هما يستحقوا بمقتدر اتفاقيات لمبيناتنا كل ما هما يستحقوا معلومة أو يستحقوا معناها حاجة نوفرها ل departments إذا كان لدينا ملفات نتابعوا فيها وإلا لدينا استشارات قاعدين نشوفوها وإلا بشيثثبته في مصدر بضاعة وإلا في قيمة بضاعة متشكين في قيمة بضاعة موردة وإلا متشكين في منشأ بضاعة موردة وإلا متشكين في أي حاجة وإلا قضية ديوانية نحب ونشوفها معنا الأطراف متاحة وإلا عنا كيف كيف نعملوا مرسلات وقاعدين يستجيبوا وقاعدين نتعاملوا ثم تعاون بمقتدى الاتفاقيات المبيناتهم والمعاملة بالمثل طبعا بلادنا تونس مفتوحة على كل الزوار كل الناس القادمين سواء كانوا أبناها أو سياح أو أي إمكان مرحبا بي في تونس ولكن شرط أنه يحترم القانون وما يقعش تجاوز هذا هو أحنا ديما ندعو خيالنا سواء كانوا معناها أجانب وإلا تونسيين مواتين بالخارج وإلا سياح ونقول لهم ديما معناها تحاولوا تحترموا القوانين والتلاتية بالجانبها العمل وهذا كعلش نقول لهم ديما اسألوا مصالح الديوانة حتى من قبل ما تغلطوا ومن قبل ما تجيوا ومن قبل ما حتى ناوي بيش تجيب حاجة ولا ناوي بيش تعمل لأي حاجة اسأل قبلوا بشاور قبلوا عنا عديد وسائل الاتصالي اللي متاحة واللي وفرناها المواطنين بالخارج وعلى ذمة كافة المواطنين عنا البريد الإلكتروني معناها عن البريد الإلكتروني معناها عن البريد الإلكتروني بتاع مكتب تونسينا بالخارج عن الرقم الأخضر ثمانين عشر ثلاثين ستة وستين عنا الرقم الهاتف المخاطب الوحيد كاترفين ديزويت سان ترون تروى زيرو ديس معناها عديد وسائل الاتصال موفرينهم على ذمة كافة المتعاملين سواء كانت مواطنين أو متعاملين اقتصاديين جميع وسائل الاتصال متاحة وندعوهم أنهم ما يترددوش لحظة أنهم ياخذوا المعلومة من المصدر ويبعدوا عن كل ما هو معناها أخبار غير دقيقة في صفحات أو صادرة عن صفحات سؤال أخير أنها أكثر بلدان في العالم من اللي تتعرض للتهريب برشا أمريكا مثلا لا كل بلاد والخصوصيات بتاعتها مثلا أمريكا اللاتينية أمريكا اللاتينية كل ما هو مخدرات كل ما هو مخدرات كوكايين كوكايين معناها كميات كبيرة برشا قاعدة ما فيه على حدود أمريكا اللاتينية وبالطبعه هو المصدر بتاع الكوكايين دي ما يجي من غادي غادي يزرع فيه بالطبعه البلدان الأوروبية البلدات الاوروبية وحدود البلدات الاوروبية ما بين بعضها ثم المشروبات الكحولية ثم المخدرات وثم السجائر هذه اكثرية البضاعة اللي تتداول ما بين البلدات الاوروبية اللي هي خاصة يركزوا عليها في عمليات التهريب مخاطر غادي مش كيف نحن معدهم مش تهريب بتاع ملابسه وتهريب بتاع احذية وتهريب بتاع مواد غذائية وتهريب التهريب بتمركز خاصة في المشروبات الكحولية السجائر والمخدرات هذه ما بين البلدات الاوروبية ولا قصيدة ولا غنية الحاجة اللي تنفع المواطن ما تهربش يهربوا كل حاجة اللي يتدمر صحة المواطن واللي عنده هو فيها مصلحة كبيرة شكرا للعميد شكري الجبري النطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة يومك سعيد وتحية لكل زملاء في الديوانة شكرا شكرا للمنبر هذا كيف كيف حتى نقدر تحية لكل أعوال الديوانة اللي مرابضين في كافة نقاط البلاد في المعابر الحدودية في النقاط الحدودية في الصحراء في الجبال اللي يخدموا فيه ظروف معناها ظروف سواء كانت مناخية أو ظروف معناها صعيبة ورغم ذلك قاعدين يقوموا بدورهم وقاعدين يحقوا في نتائج ممتازة جدا وذلك على شو نشكرهم إن شاء الله يواصلوا ورب يوفقهم شكرا سي شكري رحبا رحبا شكرا